تتسع الدوائر إلى دوائر أكبر الدوائر العربية والإقليمية حول الاستفادات من هكذا الصراع خاصة أن السودان تحتوي على كثير من الثروات مثل المعادن والذهب الذي يباع الآن لكثير من الدول العربية بشكل غير قانوني وهذا من أحد أسباب تطور ذلك الصراع وأيضا البعض بدأ يزجب بأسماء رجال أعمال في هذا الصراع خاصة عندما تهم حميتي بأنه مدعوم مباشرة من رجل الأعمال المصري نجيب سويرس بعدما قال مغاردون على تويتر أن حساب حميتي لا يتابع أحد في السودان ولا يتابع أي أحد في العالم سوى حساب واحد أو حساب نجيب سويرس الاتهامات تزداد كل حين لفهم الصراع في السودان بشكل أكبر تتسع الدوائر لننظر إلى دور بعض الدول العربية وماذا ستستفيد ثم نخرج من الدور الإقليمي إلى الدور العالمي وماذا ستستفيد كل من روسيا وأمريكا والصين في مثل هذا الصراع السوداني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر